اشتركوا في القناة ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده رسول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيب أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لقاء جديد مع موضوع جديد بإذن الله رب العالمين والموضوع هو أخلاقنا تجاه الصحابة رضي الله عنهم جميعا صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الأهمية بمكان والكلام عنهم بإذن الله رب العالمين من الأهمية أيضا بمكان كما سنرى في موضوعنا بإذن الله رب العالمين بين يدي الموضوع أقول على سبيل النصيحة لمن يستمع إلي وإلى غيري من المشايخ من الإخ والأخوات أن يستمع استماعا جيدا فهناك فارق بين الاستماع الجيد وبين الاستماع بأي طريقة فهذه دروس علم متصلة الحلقات فعندما لا تستمع استماعا جيدا فأنت لا تستطيع أن تفكر تفكيرا جيدا وبالتالي لن تتكلم كلاما جيدا فهي منظومة الذي يستمع استماعا صحيحا مستوعبا جيدا يفكر تفكيرا صحيحا والذي يستمع استماعا مشوشا يفكر تفكيرا مشوشا وبالتالي حتى في كلامه يتكلم كلاما مشوشا فالنصيحة لمن يستمع لدروس العلم أنه يتخيل أنه في مجلس علم في مسجد أو محاضرة علمية فعليه أن يستمع استماعا جيدا واعيا إن كان يريد أن ينتفع من العلم الذي يقال بإذن الله رب العالمين لما الكلام عن صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام نبدأ بطرح هذا السؤال الكلام عن صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم له أسباب كثيرة من هذه الأسباب أننا نتدين إلى الله تعالى بمحبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتدين إلى ربنا بحب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأن حبهم والتردي عليهم والدعاء لهم بالمغفرة وسلامة ألسنتنا هذا من معتقداتنا كما سيأتي إن شاء الله لأن أصحاب كتب العقيدة جاءوا في هذه الكتب بنصوص تبين ما أشرت إليه الآن فحب الصحابة رضي الله عنهم من معتقداتنا وأيضا من الأسباب أننا ننشر حب صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام فهم خير خلق الله قاتبة بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إننا نريد أن ننشر محبة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق معرفة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأنا بالطبع لن أتكلم كلاما تفصيليا في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فهناك برنامج شيخ شعبان حفظه الله ونفع الله به خير القرون يتكلم في هذا الأمر لكني أتكلم من منطلق الأمم الأخلاق أخلاقنا تجاه الصحابة رضي الله عنهم جميعا إن غيرنا في الغرب والشرق يجملون سيار سلفهم سيار من مضى من أجدادهم فيزيدون ويؤلفون ويكتبون الكتب ويصورون الأفلام من أجل تحسين سيار هؤلاء الذين هم في ماضيهم حتى يرفعوا قدرهم من ناحية وحتى يقتبى بهم فكيف بنا نحن ونحن عندنا من سلفنا الصالح سبحان الله كنز مخفي مخبوح لو أننا نقبنا في تراجم أي ترجمة من تراجم سلفنا الصالح وعلى الأخص صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام لوجدنا العجب العجاب لكن لأن الكثير مننا لا يتأمل كثيرا ولا يقرأ كثيرا أو لا يقرأ قليلا حتى في تراجم أصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام فبالتالي هو لا يعرف عنهم شيئا وكما ذكر أهل العلم إن المعرفة أساس المحبة يعني إن لم تعرف كيف ستحب إن كنت تجهل الصحابة فكيف تحب وأنت تجهل فالمعرفة أن تعرف أساس المحبة من الأسباب أيضا التي دعتني للكلام في هذا هو الحصانة حصانة بمعنى أننا نتحصن برافدين الرافد الأول هو المحبة فإننا إذا أحببنا صحابة النبي عليه الصلاة والسلام فهذه تكون كحائل لأي كلام يقال عنهم لأن من أحب أحدا لا يسمع فيه لأحد شيئا فالحصانة تكون أولا عن طريق المحبة ثم عن طريق العلم إذا علمت حال صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام لن تدخل عليك الشبهات التي تدخل عليك من الوسائل المختلفة مع اتساع وسائل الاتصال فإننا نرى ليلا ونهارا الشبهات المصارى حول صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام ونرى من يسمع وليس عنده لا الحب ولا العلم فكيف يكون متحصنا ونرى من يدخل على هذه المواقع أخاصة من الشباب ويقرأ ويستمع إلى هذه الشبهات وهو ليس عنده الحصانة الكافية لصد هذه الشبهات أولا عن نفسه ثم صد هذا عن غيره لذا فنحن ننصح دائما إخواننا وأخواتنا ألا تدخلوا على هذه المواقع التي تسير الشبهات حول الإسلام وحول صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام حول القرآن حول الرسول صلى الله عليه وسلم لأنكم لا تملكون الحصانة الكافية هذه الأمور أو تستمعون إلى ذلك هذه الأمور فقط هي لأهل العلم الذين يردون على ذلك ليس لكل أهل العلم وإنما لأهل العلم المتخصصين الذين يفندون هذه الشبهات ويردون عليها فمن باب النصيحة نحن ننصح نحن ننصح الجميع وخاصة الشباب بعدم الدخول على المواقع التي تسير الشبهات حول الإسلام لأنك ليست عندك البضاعة الكافية من المحبة ومن العلم للرد على هذه الافتراءات وعلى هذه الشبهات وكذلك الاستماع استمع بعضنا إلى من يتكلم في الدين بهوى ويسير الشبهات وهو ليس عنده هذه الحصانة الكافية لتفنيد ما يقال له النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى عمر رضي الله عنه والأسر الحديث في مسند أحمد وعند البهيقية وغيرهما لما رأى عمر رضي الله عنه يمسك بورقة من أوراق التوراة كان له صاحب فأعطاه ورقة من أوراق التوراة وترجمها إلى اللغة العربية فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى عمر رضي الله عنه ممسكا بهذه الورقة سأله عن هذه الورقة فقص عليه أنه كان له صاحب وأعطاه هذه الورقة فغضب عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال أم تهوكون فيها يابن الخطاب أي شاكون فيها يابن الخطاب أم تهوكون فيها يابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقية والذي نفسي بيده لو أن موسى بن عمران من أنزل عليه التورة لو أن موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني وهذا عمر الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة يكفي منها حديث لو كان نبي بعدي لكان عمر رضي الله عنهم فكيف بغير عمر رضي الله عنهم فالنصيحة هو عدم الدخول وعدم الاستماع إلى هذه الشبهات إلا من عنده القدرة العلمية وقبل ذلك المحبة أن دائما محبة تجعلك تحسن الظن بصحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام وتحمل ما يصل إليك على أحسن المحامل إذن هناك أسباب كثيرة للكلام عن أخلاقنا تجاه صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام أنا دائما أحب أن أبدأ بمقدمة والمقدمة أنا أعتبرها في غاية الأهمية لماذا؟ مقدمة أحاول أن أربط فيها بين كليات ثم ما أتكلم فيه بمعنى أنه قبل أن أتكلم عن صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام لابد أن أتكلم عما رب صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام كمقدمة لأتكلم حلقة ليست عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكن لابد أن أدخل المدخل ممن رب هؤلاء الصحابة على عينه وهو النبي صلى الله عليه وسلم بداية لابد أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى امتن على هذه الأمة بأن أرسل فيها خير خلق الله عليه الصلاة والسلام وأن أنزل علينا خير كتبه وهو كتاب الله سبحانه وتعالى وأن جعلنا خير أمة أخرجت للناس حقيقة هذه النعم نحن لا نشعر بها لأننا فيها ومن يكون داخل النعمة لا يشعر بها إنما يشعر بها من يكون خارجها في العادة هذه النعم التي أنعم الله بها علينا أول هذه النعم أنه بعث فينا النبي محمد عليه الصلاة والسلام قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتل عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين الله سبحانه وتعالى من على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم أي رسولا من العرب العرب كما هو مشهور عنهم كان عندهم أنفى وعزة بمعنى لا ينقضون لغير العرب فالله سبحانه وتعالى من منته على العرب أن أرسل رسولا عربيا حتى يستمعوا إليه وحتى ينقاضوا إليه وحتى لا يعلوا عليهم أهل الكتاب لأنهم كانوا يعني يعلون عليهم ويقولون نحن الأنبياء والرسل جميعا من أبناء إسرائيل عليه السلام هو كذلك فالله سبحانه وتعالى امتن على هذه الأمة بأن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من العرض فاستمعوا إليه وقاوموه نعم لكن في النهاية فإن الجزيرة العربية أزعنت بكاملها للنبي محمد عليه الصلاة والسلام يتلو عليهم آياته أي القرآن يتلو عليهم آياته أي يتلو عليهم القرآن والقرآن هو المعجزة الخالدة الباقية التي تحدى الله بها سبحانه وتعالى الثقلين إنس والجن إلى يوم القيامة قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أي مساعدا ومعينا لا يأتون بمثله وهذا التحدي قائم منذ أن نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم بداية من إقرأ في غار حراء إلى يوم الدين وهذا التحدي قائم الله سبحانه وتعالى تحدى الإنس والجن على أن يأتوا ولو بصورة من صور القرآن والتحدي قائم والله سبحانه وتعالى من فضله على هذه الأمة أنه تكفل بحفظ كتابه ولم يتركه يحفظ عن طريق العلماء والأحبار إنما حفظه الله سبحانه وتعالى فقال إننا نحن نزلنا الزكر وإن له لحافظون بينما في الأمم السابقة فإن الله سبحانه وتعالى استحفظهم ما أنزل عليهم من كتب قال الله تعالى إننا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء بما استحفظوا من كتاب الله أي إن الله سبحانه وتعالى جعلهم هم وكل إليهم أن يحفظهم كتبهم فنحن نعرف ما فعلوا فيها فهم ضيعوها وحرفوها وغيروها فالله سبحانه وتعالى من فضله ومنته على هذه الأمة أن تكفل الله تعالى بحفظ القرآن وكذلك بحفظ السن فإن الذكر يشمل القرآن ويشمل السن يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة والتسكية أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالنعي عن الشركيات والنعي عن مساوئ الأخلاق التي كانت في الجاهلية واستبدال كل ذلك بتوحيد الله سبحانه وتعالى وبمحاسن الأخلاق ويعلمهم الكتاب والحكمة تقول الكتاب الكتاب القرآن هل هذا تكرار؟ ليس بتكرار إنما الله سبحانه وتعالى قال يتلو عليهم آياته وهنا قال ويعلمهم الكتاب والحكمة أي يعلمهم الشرع بالكامل لأن الحكمة هي السنة كما قال الإمام الشفعي غير واحد من علماء السلف أن الحكمة إذا جاءت مقترنة بالكتاب بالقرآن فهي السنة وذكرنا ما يطل في بيوتكن من آيات الله والحكمة أما يعني إذا جاءت غير مقترنة بكتاب لا فهي حسب سياقها في الآيات لكن إذا جاءت مقترنة كالآية التي نحن بصددها فهي تعني السنة إذن يطل عليهم آياته تلاوة ويعلمهم التلاوة تختلف عن التعليم لذا نجد من القراء من يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى عن ظهر قلب إلا أنه ليس من العلماء فهناك فارق بين الحفظ فقط وبين الحفظ والعلم يتل عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة قلنا السنة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين إن كانوا من قبل لفي ضلال مبين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل على حين فترة من الرسل كان الناس في جاهلية جهلاء وابتعد الناس عن الأديان وعبد غير الله سبحانه وتعالى في الأرض فكانت بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام كما في حديث عياض بن حمار رضي الله عنه عياض بن حمار رضي الله عنه صحابي تقول يعني التسمية قل هذه طرف العرب وما زال في بعض القرى إلى الآن كانوا يظنون أن الولد حتى لا يحسد وحتى يبقى فكانوا يسمونهم بأسماء يعني غير جميلة فلو كان الولد له هيئة أو البنت هيئة جميلة ثم يسأل عن اسمي فيقال حمار يقال خنفسة يقال فيظنون أن هذا يؤدي إلى عدم الحسد خيش أسماء مثل هذه الأسماء فالعرب أيضا كانوا هكذا فعياض بن حمار رضي الله عنه يقول حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول خطب الحديث صحيح مسلم خطبنا النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم فقال إن الله أمرني أن أعلمكم مما جهلتم مما علمني يوم هذا الله سبحانه وتعالى أمره بهذا حديث يعني طويل بعض الشيء موضع الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني في الحديث الله سبحانه وتعالى يقول وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم حنفاء أي على التوحيد الأصل هو التوحيد فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم أي أزالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا الحديث فيه أيضا إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب الله سبحانه وتعالى نظر إلى أهل الأرض جميعا فمقت الجميع عربا وعجما إلا بقايا من أهل الكتاب وهم المتمسكون بما جاء به رسلهم وكانوا قل فالله سبحانه وتعالى مقت الجميع فكانت بعسة النبي محمد عليه الصلاة والسلام هي تفضل من الله سبحانه وتعالى وإيزان منه برفع مقت الله عن أهل الأرض قاطب مقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب خلقت عبادي حنفاء كلهم فكما في الحديث فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء بالحنفية السمحة التي جاء بها أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجاء بالإسلام الذي هو جاء به جميع الرسل والأنبياء من لدن آدم عليه السلام وصولا إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إذن كانوا في جهلية جهلاء وامتنى الله سبحانه وتعالى علينا ببعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام كما في حديث أياض ابن حمار خلقت عبادي حنفاء كلهم أي على التوحيد الخالص ليس كما يقول أهل التواريخ إن الأصل على الأرض الوسنية بل إن الأصل حسب الشرع على الأرض التوحيد الخالص وقد سبق أن أشرنا إلى هذا قبل ذلك حنفاء كلهم عندنا في آية المساق الله سبحانه وتعالى يقول فيها وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم زريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا زرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبصلون الله سبحانه وتعالى أخذ المساق على جميع الزرية وهم في عالم الزر يقول إسحاق بن راهوي يرحمه الله إن عقد الإجماع على أن الله سبحانه وتعالى إجماعها للسنة طب على أن الله سبحانه وتعالى خلق الأرواح قبل الأكساد ثم استنطقهم جميعا على وحد نيتي سبحانه وتعالى في حديث ابن عباس في مسند أحمد وغيره يقول إن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم مسح على ظهري أي على ظهري آدم عليه السلام فاستخرج من ظهري كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة وكلمهم قبلا قبلا يعني مواجهة يعني ليس من وراء حجاب وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلون الآية التي ذكرناه هذا الحديث بعض أهل العلم قال إنه موقوف لم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أهل العلم قال بل هو مرفوع وارجع إلى السلسلة الصحيحة لشيخنا يرحمه الله شيخ الألباني حديث 1623 تجد أن الشيخة يرحمه الله جمع طرق الحديث وإن كانت طرق لا تخل من مقال إلا أنها يعني قوى بعضها بعضا فقال بل إن بعض أهل العلم قال أن مسألة أن الله سبحانه وتعالى أخذ العهد والمساق على الزرية جميعها قال إن هذا من قبيل المتواتر المعنوي متواتر معنوي ليس متواتر لفظي يعني لطلبة العلم المتواتر ينقسم إلى قسمين متواتر معنوي ومتواتر لفظي متواتر لفظي أن يتفق الرواه على الحديث بمتنه بلفظي أما المتواتر المعنوي فهم يتفقون على معنى الحديث أو على جزء كبير من معنى الحديث ولا يتفقون على لفظي فبعض أهل العلم قال من قبيل المتواتر المعنوي لماذا؟ لأن مسألة أخذ المساق من آدم عليه السلام وعلى الزرية قال يعني نقلت عن عمر بن الخطاب وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما عن أبي هريرة وعن غيرهم أظن عن عائشة رضي الله عنها فهذه الطرق قوى بعضها بعضا ومن قال كابن كسير يرحمه الله إن هذا الأسر موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما فهذا يعني أظن أن هذا مما لا يقال بالرأي خاصة أن غير ابن عباس قاله ممن لا يأخذون من أهل الكتاب ولا من الإسرائيليات فأظن والله أعلم أن له حكم أرف المعتزلة قالوا إن هذه الآية على سبيل ضرب المثال وقالوا إن الله سبحانه وتعالى لم يأخذ الميساق على الزرية وهم في ظهر آدم عليه السلام قالوا لأننا لا نتذكر شيئا عن هذا الميساق وأنتم تعلمون المعتزلة الذين يضعون العقل قبل النقل يعني يجعلون العقل حاكما على المصوص هذا على خلاف ما عليه أهل السنة فقالوا نحن لا نتذكر شيئا هذا الميساق وبالتالي هذا خرج على سبيل ضرب المثال لكن أهل السنة والجماعة أخذوا الآية على ظاهرها وقد جاءت الأحديث كما سمعنا أن هذا حدث بل إن ابن عباس رضي الله عنه حدد المكان في الحديث الذي أخذ الله سبحانه وتعالى فيه الميساق وإن هذا كان بنعمان أي في عرفة أي أخذ الميساق من الزرية من ظهر آدم عليه السلام من نعمان أي بعرفة فالمعتزلة قالوا ذلك خلافا لما عليه أهل السنة والجماعة فنحن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى أخذ الميساق كما هو في الآية وكما هو معلوم فإن الآيات تحمل على ظاهرها وإن النصوص تحمل على الظاهر ما لم تأتي قرينة تصرف عن الظاهر إلى غير الظاهر هذا كم هو معلوم عند الأصوليين فنحن لا نصرف الآية عن ظاهرها مع هذه الأحاديث التي وردت في أن الله سبحانه وتعالى أشهد الزرية على وحدانيته سبحانه وتعالى لكن السؤال هو هل ربنا سبحانه وتعالى أقام علينا الحجة بهذا الميساق يعني المعتزل يقول نحن لا نتذكر طيب هو نحن نتذكر أو نحن يعني ندرك شيئا مما قصة الله علينا من الغيبيان يعني قصة خلق آدم عليه السلام على سبيل المثال وأن آدم عليه السلام خلقه الله من طراب وأمر الملائكة أن تسجد لو فسجدوا جميعا إلا إبليس هل أحدنا يعني رأى شيئا من هذا فلو أننا قلنا نحن لا نتذكر نحن لم نرى نحن لم نعلم إبقى سنرد كثيرا من هذه الغيبيات فنحن نقول سمعنا وأطعنا فالله سبحانه وتعالى أخذ الميساق لكن هل أقام علينا الحج بهذا الميساق الذي لا نتذكره إن بعض أهل العلم قال الميساق هنا هو الفطرة التي فطر الله الناس عليها كما في حديث أبي ريرا رضي الله عنه في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه يهودان معروفة ينصرانه معنى يمجسان يجعلونه مجوسيا أي يعبد النار أو لا يعبد الشيء فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء يعني عندما تولد البهيمة تولد كاملة الأعضاء هل تحسون فيها من جدعاء يعني هل فيها أذن مقطوعة هل فيها أنف مجدوع ستقول إنه من البهائم ما يولدها كذا خلقة نحن لا نتكلم عن ما يولد خلقة لكن نحن نتكلم عن الغالب أن هذه البهائم تولد يعني جمعاء ثم بعد ذلك يتدخل الإنسان في قطع أذن في جدع أمف في كذا فهذا ضرب النبي عليه الصلاة والسلام به المثل فكل مولود يولد على الفطرة وكان أبو هريرة رضي الله عنه يتلو قوله سبحانه وتعالى بعد أن يروي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديد لخلق الله ذلك الدين القيم فبعض أهل العلم قال إن الميساق في الآية هو الفطرة ونحن نقول ليس الميساق هو الفطرة وإنما نقول والله أعلم أن الفطرة أسر الميساق خذ بالك من الفارق يعني الذين أولوا وقالوا إن الميساق في الآية هو الفطرة لكن نحن نقول الفطرة نعم التي فطر الناس عليها كما في الحديث وكما في الآيات لكن نقول كما قال يعني الكثير من أهل العلم إن الفطرة أسر الميساق يعني الفارق أن الذين قالوا هي الفطرة قالوا إذن أولوها إنه هذا لم يحدث إنما هي الفطرة التي جعلها الله سبحانه وتعالى على توحيده لكن نحن نقول والله أعلم أن الله سبحانه وتعالى أخذ علينا الميساق ونحن في عالم الزر الزر جمع الزر قيل هي النملة وقيل يعني إيه غير زي أخذ علينا الميساق ونحن في عالم الزر وما أودعه الله في فطرنا هو أسر لهذا الميساق الذي وقع على الحقيقة فلا نؤوله بالفطرة ولا نقول كما قال المعتزلة هو على سبيل ضرب المثل إنما الفطرة هذه أسر ليه من أسار هذا الميساق نبي عليه الصلاة والسلام قام بالبلاغ صلى الله عليه وسلم قام بالبلاغ وبلغ وأدى النصيحة على أكمل وجه والله سبحانه وتعالى في حجة الوداع لما أنزل قوله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فالله سبحانه وتعالى هذه شهادة من ربنا سبحانه وتعالى أن الدين قد اكتمل ولا يكتمل الدين إلا ببلاغ النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في أكبر تجمع إسلامي شهده النبي عليه الصلاة والسلام وشهده الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي بكر وغيرك ابن عباس في الصحيحين فإن النبي عليه الصلاة والسلام حديث طويل ففيه يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لإن دماءكم وأموالكم وعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا شاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم بلغت اللهم بلغت ويشير إلى الناس ويرفع صبعه إلى السماء إلى ربي سبحانه وتعالى يقول اللهم فاشهد فالنبي عليه الصلاة والسلام امتن الله علينا سبحانه وتعالى بأن أرسل فينا رسوله صلوات الله وسلام عليه وأن أنزل فينا القرآن وأن حفظ كتابه سبحانه وتعالى وتحدى به الصقلين والنبي عليه الصلاة والسلام بلغ أكمل البلاغ وأتم البلاغ وأدى النصح للأمة صلوات الله وسلامه عليه صحابة النبي محمد قبل الصحابة أقول النبي عليه الصلاة والسلام خير خلق الله وأمتنا بفضل الله علينا خير أمة أخرجت للناس بنص كتاب الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله لكن نحذر لا تعتمد على هذه الخيرية وتتمنى على الله الأمان ولا تعمل لا إن الميزان واحد لا يتغير إن قوما تمنوا على الله الأماني ثم لم يعملوا شيئا لا تعتمد على أنك خير أمة خرجت للناس ولا تعمل لتحقق هذه الخيرية إنما عليك بالعمل الميزان واحد الله سبحانه وتعالى قال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من زكر أو أنسى ومؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا إن قوما تمنوا على الله الأماني وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه فلعنهم الله سبحانه وتعالى وما سخ منهم القرضة والخنازير فالمسألة ليست بالأماني إنما المسألة بأن تعمل حتى تتحقق فيك هذه الخيرية التي هي من نعم الله علينا سبحانه وتعالى من نعم الله علينا أيها الإخوة والأخوات أنه جعل خير هذه الأمة أولها وهم صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام لو أننا تخيلنا أن صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام كانوا كالذين من بعدهم بعد القرون السلاسة الخيرية الأولى كحالنا نحن مثلا على سبيل المسأل ما كان الدين وصل إلينا فهؤلاء بزلوا النفس والنفيس ورحلوا عن ديارهم وتركوا أموالهم وأوطانهم من أجل نصرة هذا الدين فالله سبحانه وتعالى من منته علينا أنه جعل خير هذه الأمة هو أول هذه الأمة يقول يقول ابن مسعود رضي الله عنه والأسر في مسند الإمام أحمد وقال أهل العلم أنه صح موقوفا على ابن مسعود لكن أيضا ينظر فيه لأنه مما لا يقال بالرأي وابن مسعود رضي الله عنه لا نعلم أنه أخذ شيئا من الإسرائيليات فيقول ابن مسعود رضي الله عنه إن الله نظر في قلوب العباد فوجد خير قلب قلب النبي محمد عليه الصلاة والسلام فاصطفاه لنفسي وابتعسه برسالته ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد بعد الأنبياء الرسل بالطب فجعلهم مزراء لنبيه يحاربون على على دينه الله سبحانه وتعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب النبي محمد عليه الصلاة والسلام خير قلوب العباد وخير خلق الله قاطبة صلى الله عليه وسلم واختار الله سبحانه وتعالى له أصحاب فأم خير خلق الله بعد الرسل والأنبياء لأنهم هم الذين قاموا بالدين لو تخيلنا أن الله سبحانه وتعالى اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم كسالة والحيارة والدهماء ما كان الدين وصل إلينا إنما هو اختار أولي القوة والبأس وأصحاب الشكيمة والعزيمة والتقوى والإيمان فهؤلاء الله سبحانه وتعالى اختارهم ليكونوا مزراء نبيه لأنهم هم الذين سيكونون حلقة الوصل بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين التابعين لو كانت حلقة الوصل لهذه صادئة مهترئة كما حدث بعد ذلك في أجيال المسلمين لما كان الدين وصل إلينا لكن هذه الحلقة حلقة متينة حلقة قوية هي أقوى حلقات هذه الأمة وجيل الصحابة رضي الله عنهم هو جيل فريد لن يتكرر مرة أخرى بمجموعه إلى أن يرس الله الأرض ومن عليها فهذا من منن الله سبحانه وتعالى علينا أن جعل خير هذه الأمة في أولها بفضل الله تعالى حقيقة إن تسكية الصحابة رضي الله عنهم وردت في آيات كسيرات من كتاب الله سبحانه وتعالى أسنى الله عليهم وزكاهم ويكفي بتسكية الله سبحانه وتعالى من تسكية وبشهاداته من شهادة وكذلك زكاهم النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديثة كسيرة من الآيات مثلا التي أسنى الله سبحانه وتعالى عليهم فيها والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وردوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقال أيضا سبحانه وتعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله هم المهاجرون والذين آووا ونصروا هم الأنصار الله سبحانه وتعالى قال عن المهاجرين والأنصار أولئك هم المؤمنون حقا شوف انظر إلى شهادة ربك سبحانه وتعالى هم المؤمنون حقا يكفي بها من شهادة لهم مغفرة ورزق كريم والآيات كثيرة من المؤكد أننا سنتوقف عندها وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كذلك كثيرة مما ورد من الأحاديث في الوقت المتبقي حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الحديث خير الناس قرني قاطبة خير الناس قاطبة قرن النبي قرن النبي عليه الصلاة والسلام ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الحديث ومن ذلك أيضا حديث أبي سعيد الخضري رضي الله عنه وهو في الصحيحين أيضا يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تسب أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة لا تسب أصحابي هذا نهي على التحريم لا تسب أصحابي فلو أن أحدكم نحن أيها المستمعون لو أن أحدكم أنفق أيها المشاهدون أنفق مثل أحد ذهب لو تخيلنا أنك تملك مثل جبل أحد ذهبا خالصا وأنفقت هذا الزهب كله لله وفي سبيل الله سبحانه وتعالى ما بلغ هذا الإنفاق ما أنفقه صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مدة أحدهم المدة أي ملء الكفين ولا نصيف أي النصف ولا ملء كف واحد من مية من طمر من شعير من قمح أنت تنفق ذهبا كجبل أحد هذا لا يساوي ما أنفقه صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام لأنهم أنفقوا في وقت حاجة وفي وقت شدة أنفقوا على من أجل وصول الدين إلينا أنفقوا على الدعوة فإن نفقتهم نفقتهم لا تساوي ما سينفق بعد ذلك وللحديث بقية بإذن الله رب العالمين اكتفي على ذلك وصل اللهم على نبينا محمد وآل وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة